عملية الربيع التي تشمل ثلاث مناطق صحراويات كبرى على الشريط الحدودي مع مالي والنيجر وليبيا أسفرت في مرحلتها الأولى عن اكتشاف مخابئة لأسلحة مهربة في كل من عنقزام، تندوف وأضرار جنوب البلاد هذه العملية تأتي في نفس الوقت أن هناك عمليات أخرى تقام على الحدود الليبية المصرية وهو عملية أخرى متزامنة في الأراضي التونسية بالتالي يأتي في إطار تنسيق كامل متكامل من أجل ضمان الحدود في ظل المتغيرات الإقليمية ومحاولة لردع أي محاولة اختراق أو تهديد يمس أمن الجزائر العملية العسكرية البرية المتعمة باغطاء جوي سبقها تقص استخباراتي ما بين دول الجوار والبدو الرحالة لتطويق مهربية السلاح والمخدرات هي جزء من استراتيجية واسعة هادفة وقد تطول أو تستمر أدة شهر سبق انطلاق عملية الربيع العسكرية تحذيرات لوجسية فقد اقتنى الجيش الجسائري معدات حربية حديثة آخرها أكثر من ثلاثمائة شاحنة عسكرية متطورة من ألمانيا الجيش الوطني الشعبي قام بعمل جبار جدا من الباب الداخلي على الصعيد الداخلي وقام بتنصيق أمني على الصعيد الخارجي مع الدول الساحل ومع الدول أو القوى العظبات عملية الربيع العسكرية ستستمر شهورا لتستكمل أهدافها والمخططات الأمنية السابقة الرامية أساسا لحماية الحدود من التهديدات الإرهابية بالتزامن مع المساعي السياسية وديبلوماسية للقضاء على بؤر التوتر في الجوار الجزائري وعلى الحدود يعزز الجيش الجزائري نشاطه ويكثف حملاته لتطويق تجارة الأسلحة والتهريبة بهدف تشفيف منابع الإرهاب خاصة على الحدود الجزائرية الليبية وهو هدف حملة الربيع العسكرية السلام عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين